هنبدأ النهاردة باغلى شيء لازم كلنا نعرفه ونتعلمه مما جاء في كتاب الله عز وجل علشان ينبهنا او يعلمنا ايه الموقف او ايه الاجراء اللي المفروض ياخده كل واحد قبل ما يقول ان احنا مفروض الفصل قد ايه الحديث اللي هقوله دلوقتي من كتاب ربنا هو غالي جدا ودستور مهم جدا علشان نعرف انه ربنا ما حطلناش العلاقة اللي هي الزواج وسبنا نتصرف بدماغنا من غير ما يكون عندنا جايد او دليل بالعكس ربنا حطلنا قواعد لراحة البني ادم وعلشان ياخد الاجراء المزبوط وكمان يتصرف صح ويكون قدامه شيء بيحركوا بيدلوا ربنا قال في صورة النساء وان امرأة خافت من بعليها نشوزا او اعراضا وان امرأة خافت من بعليها نشوزا او اعراضا ومعنى ذلك انه اذا خافت الست والنشوز على غير مناس كتير تفهم حالة تأتي فيه سيدة ناشز وبنص هذه الاية فيه راجل ناشز النشوز ليس فقط للست النشوز ست وراجل وكلمة نشوز الناس اللي بتبحث حتى في اصل اللغة اصل كلمة نشوز نشزة يعني ارتفع وعلى او خرج من السياق المزبوط بتاعه واصلها نشوز الجبل من الارض الجبل لما يعلك كده عن الارض يبقى نشزة عن سطح الارض فخروج الانسان عن السياق الطبيعي والاسلوب اللي ماشي بيه في طباعته هذا يسمى نشوز وفي نص هذه الاية ربنا بيقول وان امرأة خافت من بعليها اللي وجوزها نشوزا او اعراضا والخوف هنا معناه انه النشوز او خروجه على السياق او الاعراض اللي هيعمله لسه ما حصلش ولكنها بس خافت انه يحصل والاية هنا بتدي قاعدة الى انه احنا مش لازم يحصل النفور بين الازواج ولكن يكفي احساس طرف من الطرفين وهو في الاية دي ربنا بتكلم عن الست بقى مش عن الراجل في هذه الاية يكفي احساسها بانه فيه احتمالية هو هو ما نشزش ولا حاجة هو ما اعرضش لكنه كده انا خايفة منه طريقته مش عجباني فيه شيء غلط بنص هذه الاية ربنا بيقولك تنبهي لما يكون فيه بوادر الغلط بوادر الغلط وهنا التنبه ده يعمل ايه؟ تعالى بقى نشوف ربنا قالك دليل تعملي ايه؟ لما تحسي احتمالية وجود شيء مش عجبك اما نشوز او اعراض ما بقاش كده بيتعامل معايا بلطفة زي الاول بقى يعني ايه يخش البيت مش عايز يكلمني يوم رايح فتح التلفزيون على التمثيلية او علمطش ولا عايز يقعد معايا ولا عايز مش عارف ايه واجي احاول استفزه عشان اتكلم معايا قال ايه مش مهتم مش عايز هو ما عملش حاجة فعالية ولكنك خايفة بس قالك ايه بقى بسم الله الرحمن الرحيم من سورة النساء وان امرأة خافت من بعليها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما وبعد ما قال يصلح بينهما قال صلحا يعني فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ده نص الاية بالكامل اذا تنبيه ربنا للزوجة انه اذا خفتي والخوف معناه عدم حدوث الشيء ولكن توقع حدوثه في المستقبل وعلى فكرة احتمال حدوثه مش اكيد ولكنها بدأت تاخد ملامح انه هو كده ايه اعرض عني قال لك في هذه الحالة وقبل ان تأتي المشكلة وقبل انها الموضوع يكبر مفروض تعمل وقفة مش تسيب المواضيع وخلاص لا تعمل وقفة وقال لك يعني فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما يعني ايه يعني انك تيجي هنا توقفي الدنيا ثواني ولكن دي خلي بالك دي فيها سياسة سياسة ايه سياسة انه ما تنتظريش ان المشكلة تفضل تكبر 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 زي ما كتير من الستات بيعملوا عندنا ازمة كبيرة جدا هو انه الست دايما لما تحصل المشكلة ويعمل معها موقف يغزلها فيه او يزعلها فيه تكبت الموقف جواها وتعديه ولكنه محفور جواها فهي ما ردتش يقدت رد فعل فاصبح قدام الطرف التاني انه ما حصلش حاجة فادى ذلك الى اعتباره ان شيئا لم يكن في الوقت اللي هي فيه اخدت موقف وحش جدا جواها والموضوع متقفلش الملف متقفلش جواها ولكنه حصل فيه ايه الملف التاخد اتحط جوا في زاكرة عاطفية سلبية جدا هي شيلة وزعلانة ومتدايقة دفنت الموضوع ولكنه موجود يجي يحصل موقف تاني فيعمل معها موقف على اعتبار انه اول موقف لكنه بالنسبة لها مش اول موقف لانك ليك سبقى قبل كده ولكنه هو لا يعلم شيء فتاخد الموقف وتقوم حطها وتقول خلاص انا خلاص انا هكمل وبرضو ما تديش اي مؤشر الى انه الموضوع اتحفر جوايا وخزنته عندي ويبدأ المواقف تزيد 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 الى ان هو يعتاد على انها بتتحمل وهي عملة تكبت في نفسها يصل الحال الى الانفجار وفي حالة الانفجار ما يصدم الازواج انه الستة احيانا او كثيرا من الوقت انفجارها بيجي على موقف ابسط بكتير من امور سبقى تحملتها بنص هذه الاية ربنا بيقول انه بلاش ده يحصل بلاش الكبت ده يحصل بلاش ان احنا نفضل نتحمل ونشيل 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 ونقول عدي 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 ويعودوا بالعشر سنين يعدوا لا هي قدرت تصبر ولا هي مسحت الموضوع من جواها ولكن كل اللي حصل انها كبتت وتخيلت انه خلاص انا ده انا هكمل على كده وعملت خزن في عقلها الباطن امور سلبية وسيئة لي الى ان تكره الراجل اللي قدامه وتكون النتيجة كره حتى لما يصلح من نفسه لا تقبله وهذا اشهر ما يأتي به او يكون نتيجة سبب من اسباب البغض واحساس استحالة العشرة الغير واقعي الغير حقيقي كتير من الناس متخيلين انه في استحالة عشرة ما بينهم لكن لا يوجد استحالة عشرة طب تعال نشوف الدليل اللي ربنا ادهلنا الدليل اللي ربنا ادهلنا علشان نخلي الحياة تصح وما يبقاش فيها السلبية اللي تخلي الامور عمالة بتترتب فوق بعضها فوق بعضها فوق بعضها القرارات المبنية على كابت داخلي مش مبنية على امور فعلية حقيقية تستدعي ان احنا منفصل